حافية انتبهش قال بش نحكيه فن وبش نحكيه على أغنية تصدرت لبلاتفورم الكل كان على اليوتيوب بمزور بش نحكيه على أغنية عقد ليليسا وبش نرجعه لحكاية حقوق الملكية والحماية الحقوق الملكية والفكرية وبش تعود السيناريو هذي بش مرت مع إليسا واللي أثر وإنعكاس سلبا على استقرار الانتاج الفني متاحة وخليها تركز أكثر على القضايا والمحاكم مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها المختلفة استخدم الفنانون على اختلاف فنونهم هذه المنصات لنشر أعمالهم والترويج لها لسيما الموسيقيون والمغنون ومع تطور هذا النشر ظهرت مشكلة حقوق النشر الرقمي على هذه المنصات وكيف يتقاسمها النشر والمنتج والموزع والملحن والمغن وهو ما برز مؤخرا عندما حذف موقع يوتيوب أغنية جديدة وضعتها المغنية اللبنانية إليسا حيث حذفها بدعوة أن هناك انتهاكا لحقوق الملكية وفق شركة الانتاج الحكاية بدأت بحذف يوتيوب بغنية العقد واللي هي من كلمات أيمن بهجة قمر وفي أول تعاونيه مع إليسا وألحان محمد يحدع بعد ساعات قليلة من نشرها لشركة روتاني الأغنية هذه على اليوتيوب اللي خل إليسا تسير على الإعلان على الحذف وقالت أن المشكلة الإشكالية انتاجية وأعنت أن جماهير تنجم تسمع الغنيات على منصات أخرى هل هذا قانوني؟ إليسا دمر النقد الفني يجيب في حوار ليه مع سكاي نيوز كل عقد هو ينص على توزيع أو مشاركة هذه الأغنية على منصة معينة يعني إذا كان في هذه الحالة شركة توتري فقط الحقوق الحصرية لتوزيع هذا العمل على منصة يوتيوب لن يستطيع التحكم بالمؤلف أو الفنان بوسائل التوزيع الأخرى إن كان عبر وسائل توصف الاجتماعي على إنستغرام أو عبر مثلا ديزر أو سبوتيفاي أو أبل ميوزيك يعني تبقى الحرية لدى صاحب الأغنية أو صاحب الحقوق الاقتصادية لهذه الأغنية بأن يوزعها على شبطة الوسائل الأخرى الرقمية أو وسائل البثة التفقية لذلك هم بدأ نقول أنه فيه أهمية كتير كبيرة للنصوص والعقود لأنه أصبح هناك الكثير من أطر القانونية والكثير من القوانين التي تحمي الملكية الفكرية ولو كانت قوانين وطنية حيث تم إمضاء وتحرير هذا العقد ولكنها كلها تخضع للاتفاقيات والاتراعودات الدولية وتحت أطر الWIPO أو World International Property Organization لذلك كان ممكناً لهذه الفنانة أن تشارك هذه الأغنية على شتى الوسائل الأخرى إلا أنه معلومات من داخل شركة وتري الانتاج تأكد أنه كل التطبيقات الأخرى بشتحذف بدورها الأغنية باعاً على الرغم من أنه العقد بين الشركة وبين إليسا انتهي في 12 أطليفات لكن طبيعة العقد بين المغنية اللبنانية ووتري لا تقاس بسنوات أو لنقل غير محدة بإطار زمني بحسب البنود اللي وقعت عليها طرفين بل أنه المعايير هو كمية الأعمال اللي بشتوزحها شركة وبالتالي فأنه ألبوم إليسا الأخير يجب أن يصدر عن شركة وتري ويكون آخر تعاون بينهم خصوصاً أنه إليسا اختارت انهاء التعاقد مع شركة هذية بعد خلافها مع الملحن زيد برجي وهو الخلاف اللي يتحول إلى مسلسل عالمي هل صار انتهيك لبند من البنود حتى تمكنت من حذف الغنية وهل صحيح اللي عملتو ألا لئي ولكن دون شك حصل هناك نوع من انتهاء لبند من البنود أو أحد الشروط ضمن هذا العقد مما أدى لتمكن هذه الشركة ضمن الأطر والقوانين الموجودة والتي يصنفها هذا العقد رسمياً تمكنت من حذف هذا الفيديو ودون شك أن هذا الأمر ذهب إلى الدعوة المقامة تضحت الأطر والقوانين المرعية حماية حقوق الملكية الفكرية نحن نحكي عن علاقة تكافل علاقة رسمية في بنود جزائية نحن نحكي عن عقد عمل إن كان مكتوباً أو إن كان شفهياً ولكن نحن نحكي عن عقد عمل ينص على عديد من البنود والشروط طبعاً إذا نحكي عن الجريب المعنوي كان ممكن أن لا يحذف هذا العمل وهذه الأغنية من اليوتيوب ولكن إذا نحكي نحن إنوانياً وغسنا أن هناك علاقة تكافلية بين الموسيقى والتجارة ينص عليها هذا العقد شركة وتري هبتت بيين على صفحات سوشيال ميديا الخاصة بها وكتبة مع محبتنا وكامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا بالرغم من الخليف الحاصل ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه يومنا توضيح ما يلي وجايف البيين لم يكن ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية إنما نحن شركة تنحني أمام الأحكام القضائية ولا تسلك سوى طريق الحق وفي خليم البيين قالت الشركة نؤكد أنه لا منع لدينا من التواصل لحل يرضي الطرفين على أن يحفظ لكل ذي حق حقه وذلك لنصرة الفن واستكمالاً يواجبنا في عالم الموسيقى والترفيه إلا أن السؤال اليوم كيفاش تم تقاسم الأرباح بين الشركة والفنين المعني خاصة أنه كل شيء ولا رقمي على خليف اللي كان موجود قبل نقا ولكاسات 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 وكانت الأرباح متاحة بينها لكن كيفاش تم حسابها اليوم يعني نتبقى العديد من الحقوق من حق المؤلف إلى الحقوق المجاورة إلى الحقوق الاقتصادية والحقوق المعنوية يعني نبدأ من دفعات مسبقة ودفعات مسبقة أولية قليلة تبدأ عندها الاستهلاك على منصات البثة الضفقي بعكس الصابق عندما كان يعني يقبض الفنان أو المؤلف نسبة محددة سابقا عبر البيع يعني عبر الأقراص المدمجة أو عبر التحميلات ولكن الآن عبر منصات البثة الضفقي تفوتت هذه النسبة هناك مثل ما ذكرنا دفعات أولية وبالتالي سوف تبدأ هذه الدفعات بتراكم حسب النسبة التي تم تحديدها حسب كل فرقة أو كل مغني أو مؤدي وشركة توزيع يعني هنا نتكز على النجومية وعلى مدى شهرة هذا الفنان أو هذه الفرقة الموسيقية ونعود لتركز أن هناك العديد من الحقوق التي تنظمها وتديرها العديد من الاتفاقيات والمواحدات الدولية التي تقع تحت إدارة المنظمة العالمية الملكية الفكرية ولذلك هناك تتناسب تتفاوت هذه النسب ولكن دون شك أنه زادت مع استقدام الثورة الرقمية ولأنه هنا صار ما يتحكم فيها هو نسبة استماع المشاهد عليها رقميا لم تعود نسب محددة فأصبحت نسب متفاوتة لا بل متراكمة وتزيد من الربح للمؤلف أو صاحب الأغنية نفسه دون شاني رأيكم في الموضوع هذا؟ شوارينا في الموضوع فيما يتعلق بالحرية الذرية الفكرية للنوم الملكية الفكرية وحمايتها أندباء كبير يا حسرة كان ذكر مليح يد أنا وأنتي على أقل ورافيق مذكرها مليح كانت موضة في التسعينات ونفنين ثمين سيسر وغنيات شرقية ذكر مليح هكا واللي رفيق ذكروا الفاموز بوعو يا حسرة كسيت وتعامينا فيخت وقتها بتاع ملحم براكات اللي عجبتها الغنيات تحيّل يا توتي ترمية ملحم براكاتي غني في ولا مرة وكل اللي بيشوفك برشا غنية تخنين وفما نذكر مرة صديقنا غازي العيدي وقتها شرية غنية بعترف لك يخي الملحن باحة زيدا للوقع الكفول دي جا ما زيل قاعدة تصير لحكاية أي بلا دونك باحة الجوز من الناس على أقل غازي شريها الغنية ولمحال نذكر أمينا فيخت وقتها بالرسمية وقتها وفما مطرب باخر شرقي يزدكي في أسامة جابور إذا هولي هكا اسمه أردنية غنى زيدا ولا مرة وكل اللي بيشوفها كما غنى هون مش خير دونك دي كو صارت وقتها إشكالية كبيرة من وقتها حكاية تشكون بتاع شكون لغنية هذية ذكروا 27 صارت حكاية كيف مع هكا وكانت كل مرة أنه ملحن تعجبه غنية مثلا مطرب تعجبه غنية بشتعتها المطربة أخرى للمطربة آخر ياخذها من عنده وتصيرك الإشكالية هذية هذية مشكلة قديم جديد أما إذا هولي وقت اللي يصير مع إليسة تولي الحكاية أخرى السورة وقت يبدأ عنده علاقة بالتكنولوجيا واللي ريزو سوسو سابران ينوت رفار معتها اليوم مسئلة التعاطي مع الملكير فكرية في فضاء مفتوح كما الانترنت وإحنا يمكن نتوقع قاعدين نكتشفه في المشاكل ولكن في العالم من الألفينات بداية الحكاية نتذكر أنا أول مشكل كبير وقتها كانت تفهمها بلاتفورم في آخر تسعينة أو الألفينة نابستير كانت تذكرها وقتها اللي كانت تبرتاجي في الميزيك جراتويت سترة وصرت مشاكل كبيرة ودخلوا لي جراند ميزان دو ديسك لي ماجور اللي فرضوا إنه راهوا اللي ينطبق في الحياة العادية ينطبق في الانترنت كيما ما تنجمش تطبع كساتات ولا دي سيدي وتبيعهم راهوا في نفس الوقت زادة بتنجمش تعطي جراتويتمان لاميزيك سوى الانترنت قاعدة ظاهرة ولكن في اللي إليجال معناتها في الجانب الغير شرعي تعقدت الامور زادة في علاقة بين الفنانين والشركات المونجا لأنه قبل كانت ظاهرة العقود أنه الكنترات أنت تخلص على الغناية عندك نسبة من المبيعات أما أنا اللي نوزع وأنا اللي نبيع وأنا اللي عندي ستوك متعلي كسات ولا لسيدي ولا حتى بعد جاءت مسئلة التحميل تحميل الانترنت دخلنا في الستريمينج دونك اليوم في البلاتفورم كما في يوتيوب ولا غيرها دونك على عدد المشاهدات صاحب القناة يربح فلوس دونك هنا برشا فنانين ياخذ الغناية يقول لك هيا الغناية متاعي ويحطها على الشان يوتيوب متاعه ياخذ العوائد متاعها دونك هنا شركات الانتاج معناتها يقول لك هنا أنا شريط الحقوق هذيك من المفروض أنه المداخيل متاع الغناية رغيالة مش لي كنتي أنت دجا خالص كفنان ويصير الدباع هذي دونك اليوم معناتها اللي عملته وشركة الانتاج يمكن جديد ولكن عناحنا جديد ولكن هذه هي القعدة صرتوه أنه اليوم هذي محكوم بعقود تجارية نعرف أنه في القانون العقد هو شريعة المتعاقدين دونك هو اللي حدد وبالتالي يوتوب كيها بتاع بعثالها شركة عقد يقول راه الأعمال اللي تنتجها الفنان هذي كريم ملكي أنا ما هيش ملكة هيا دونك وقتها تنجم تحضر البث متاع قناكي معك فما زيد كي نخرج من الغناية فما موضوع الحقوق المجاورة نعرفه مثلا في أوروبا في فرنسا بين جوجل والشركة المؤسسات الإعلامية المواقع الإخبارية اللي تقول لك جوجل يعمل في الفلوس على ظهرنا وقليك في جوجل نيوز يخرج تيتر متاع الأخبار متاع الموند ولا متاع الفيجارو ولا متاع اليزيكو دونك ياخذ أرباح هذيك عليش صارت اتفاقات في السنين اللي فاتت مع المؤسسات الإعلامية هذية باش الملكية الفكرية والعوائد المالية متاعها تتوزع بطريقة منصفة بالنسكت هي بطريقة منصفة عالتك مالعاقب هي دجا إليسا صارت مشكلة هي وزيد برجي على غنية ووبتير اللي هو لحنهي لا يكتبلها الغنية هذية وعلى أساس هابتتها هي وبعدك عود هو معتها عود إصدار متاحها وعود هابتها على الشنمتاو على اليوتيوب دونك صارت مشكلة بينيتهم هي تقدمت بداعوة قضائية وتم حذف الغنية هذيكا من اليوتيوب متاع زيد برجي تقدم هو زيدة بشكاية أخرى أما فينا المون نصفته المحكمة ودجاة هوا موجودة على اليوتيوب لغنية هذي دونك مايش حاجة جديدة بالنسبة لإليسة من حق الملاحن أنه يغني الغنية متاعو دين ما يعرفوه برشا عبيد من حق الملاحن دين جا شفنا ماروين خوري غنى برشا حاجاتي عمران بإليسة لما نحكي لك عن جديدة لين نعرفو لا قديمة لا لا معنا عبلو هات كلي غني غنيتو بأيكزامل مثلا بيتمي يمسافر وحدك يعني لا تنتقد لي مش كميل طويل للألحان متاحة مش محمد عبدالويب لا تنتقد جديدة جديدة كميل طويل في الآخر تسعينات في التسعينات عملا دونك الملاحن ينجمي حتى في تونس تلقى برشا مثلا سليم دمق بأيكزامل والأسر صمود لغنية تعطاهم نبيها كاراولي ولا غيرهم من الفنانين غرنيةهم زادة كيف كيف دونك اليوم الملاحن ينجمي يلحن معنى كي لحن يغني لغنية اللي لحن عنده الحق اكزاكتما دي ما تقعد على الوحن لكن عبدالويب غنى أيضن هارني لعبة لغنية فهمتني اذاك البنوين كل شو الملحن سبحان الله يعني كي غني لغنية اللي ملحنها دي ما يعطيها من روح خارجا من كل وحد كيفاش يغنيها بطبعا اكزاكتما رأيكم يهمنك العادة حول الملكية الفكرية احنا الحمدول اللي بدي قاعدين في تونس هنال السفاية البلكية الفكرية بدينا بشوية بشوية على مستوى التشريعات قاعدة تقدم على مستوى الممارسة يفو كمبروند روز سپران دي تون فما اليوم اي ولا فما احنا على اقل في موزايك نخلصوا قاعدين في حق البلكية الفكرية على دواتو تور وفما الحقيقة اليوم شرح إرادة من الفنانين مش نكونوا مواضحين بشيكمل مليحيت وبش حقوق حتى العيلات من بعد قاعدين نشوفوا فما اعتداء كبير قاعد يصير على الريبرتوار متاع الفن